قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة بقوم يؤمنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد في قصة وعبرة في ختام شهر رمضان تحت عنوان فبذلك فليفرح نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعد قلوبنا بقبولنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم وأن يمن علينا بالثبات على الحق وعلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا سعداء بالقرب من جلاله وبالأنس بذكره وبطاعته الفرح أمر عظيم عند المسلمين والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في مواطن كثيرة مرة على وجه الذنب ومرة على وجه الإخبار ومرة على وجه الاستحباب الفرح بالدنيا على إطلاقه مذموم لأن المؤمن لا يفرح لإقبال الدنيا عليه ولا يحزن لإذبارها منه انظروا إلى تلك الفرحة في رمضان وهي أيامه تغرب وتنتهي وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى تحمل ما فعلناه نسأل الله أن يغفر لنا فيه التقصير والذنوب وأن يتقبل فيه الحسنات اللهم أمين للصائم عند فطره للصائم فرحتان يفرحهم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه جعلنا الله وإياكم منهم اللهم أمين فرحة المؤمن الحقيقية إذا وفقه الله إلى طاعته فلله الحمد والمن أن امتن علينا وأطال أعمارنا وأعاننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال نسأل الله أن يتقبلها منا من ثم تكون فرحته الكبرى يوم القيامة يوم تزفه ملائكة الرحمن إلى جنات النعيم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون جعلنا الله وإياكم منهم أذكر لكم قصة تعبر عن تلك الفرحة بطاعة الله عز وجل دخل المسلمون في يوم العيد ليهنئوا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه لما انصرف الرجال ودخل الغلمان كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وكان يلبس ثيابا رثة قديمة وأبناء الرعية يلبسون ثيابا جديدة جميلة بكى عمر أمير المؤمنين تقدم إليه هذا الإبن المبارك قال له يا أبتا ما الذي يبكيك؟ ولماذا تطأتئ رأسك؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب القديمة وهم يلبسون الثياب الجديدة قال له الإبن مقالة ينبغي أن تنقش على الصدور قال له يا أبتا إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله إنما العيد لمن أطاع الله انظر إلى جمال كلامه يا أبتا إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه وأما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله أنا لم أعص الله ولم أعص أبي ولا أمي إنما أطيع الله والعيد لمن أطاع الله بالله يا إخواننا هل يجد الإنسان كلام يعلق على هذا الكلام فيه؟ ما يستطيع المسلم أن يعلق على هذا الكلام أبداً هذه الجواهر العظيمة من هذا الطفل المبارك إنما العيد حقاً لمن أطاع الله كل يوم يمر علينا وكل ساعة بل كل لحظة تمر علينا في طاعة الله فنحن في عيد في فرحات غامرة لأن تلك الفرحة بطاعة الله سوف تثمر أفراحاً يوم القيامة عندما نلقى ربنا سبحانه وتعالى وينادى علينا خذ صحيفتك بيمينك وادخل الجنة يقول ابراهيم بن أذهم والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليها بالسيوف وهي سعادة الأنس بالله والقرب من الله وطاعت الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قيل ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان جعلنا الله وإياكم في هذه الجنة دعونا نعيش مع الفرحة من خلال تلك الآية العظيمة التي سطرها الله في كتابه قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فضل الله هو الإسلام والإيمان ورحمته العلم والقرآن والخطاب من رب الأرض والسماء إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته أدبا رفيعا مع الله عز وجل ألا وهو أن الفرح الحقيقي لا يكون إلا بنعمة الإسلام والقرآن واتباع النبي الذي هو من أعظم الرحمات الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور تعالوا نتأمل تلك الفرحة مع أبي بن كعب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك صورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قال أبي وسماني الله عز وجل لك يا رسول الله قال نعم فبكى أي فرحة هذه أن يذكرنا الجليل في عليائه سبحانه وتعالى في رواية أحمد عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ إني أمرت أن أقرأ عليك صورة كذا وكذا قال يا رسول الله وقد ذكرت هناك ربنا ذكر اسمي قال نعم فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يقول الإمام بن القيم في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال ففضله الإسلام والإيمان ورحمته العلم والقرآن وهو يحب من عبده أن يفرح بذلك ويصر به بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يصر بها وهو في الحقيقة فرح بفضل الله لأن الله وفقه وأعانه عليها ويسرها له في الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته يا أحباب من أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به يفرح العبد بربه وأن الله يحبه ويفرح به سبحانه ربا وإلها ومنعما ومربيا أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه إنما العبد يتقرب إلى ربه بقدر ما يستطيع حتى ينال تلك المحبة فاثبتوا على ما حصلتموه من فعل الخير وما زرعتموه في رمضان حتى تحصدوا يوم اللقاء سعادة كبيرة اجعلوا أيامكم كلها أيام فرح بلقاء الله سبحانه وتعالى وبطاعته واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم منهم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النيران وأن يجعلنا وإياكم من الثابثين على الحق حتى نلقاه ويختم لنا بالإيمان وبخاتمة السعادة أجمعين وهو راضي عنا اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا